نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكانتها بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده مصر بجميع المجالات وتفقد الوفد مركز التحكم الرئيسي بالشبكة واستمعوا إلى شرح مفصل لمنظومة العمل المتطورة والمتكاملة لتحقيق التعامل الفوري مع مختلف البلغات والاستغاثات بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بجميع محافظة الجمهورية